زي ملف مستر مسلماني لما ودوه مشوه جابوه مدربه مره انجليزي ومره بروتغالي ومره الماني مروجي الشائعات دول لأه يا مش قلع صراحة دلوقتي هي بقت كثرة يعني ناس كتير جدا دلوقتي بقت حطى النادي الاهلي مصدر مصدر رزقهم مصدر رزقهم بالذات معروف غراضها معروف غراضها طبعا لعب لمصرحة الاخرين هزي استقرار النادي الاهلي حولوا فيها بقى اهلهم فوق ال 50-60 سنة ولا قادرين الاقلية بقى هم اللي بيتكلموا بوقعية لان الواقع بيقول حاجة ومروجي الشائعات دول في حتة تانية خالص ليه عشان يبعد العين عن مشاكل الاخرين لكن اللي شايفه وتأكد منه ان لعيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني والادارة مركزين في شغلهم ده ازاي عادة النادي الاهلي على طبول ما بيبصرش الشائعات هو مركز في شغله مركز في اللي عايز يعمله مركز في مصلحة النادي الاهلي كل واحد في النادي الاهلي عارف كويس قوي 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 ايه المطلوب منه عارف تخصصه احنا عندنا في النادي الاهلي تخصصات مفيش حد يركب على تخصص حد مفيش حد مسؤول عن ملف معين يروح جاي راكب على ملف تاني ويقول لك انا رأيي كذا مفيش موجودة خالص خالص في النادي الاهلي دي ابدا طول عمرها وشوفوا الفرق مع احترامي لجميع الاندية شوفوا الفرق بين النادي الاهلي طول عمره وجميع الاندية هي بس شائعات مجرد اصارة البلبلة وهز استقرار النادي الاهلي ده اللي هما جماعة اللي هما بيعملوا الشائعات دي علشان كده بس هز استقرار النادي الاهلي بس وعلشان يسمع علشان يجيب ناس علشان حد يتكلم عليه علشان حد يتابعه هو ده المقصود بس انما النادي الاهلي زي ما شوفنا في موضوع ملف مصر المسلماني لما يكون في خبر او بيان او رؤية بتتقال من مصادر المسؤولين في النادي الاهلي هو طول عمر النادي الاهلي كده ما تسمعوش بقى للشائعات خالص محدش يسمع للكلام اللي بتقال في بعض البرامج علشان هما في اقلية بتقول الحقائق انما الغالبية عايزة تعمل متابعة عايزة تعمل جمهور ربنا يسامح السوشيال ميديا بقى لجننة الناس مهم ماتش النهاردة نروح له بقى ماتش مهم جدا 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 لان مش عايزة اقول لكم ان ماتش النهاردة يعني احنا صعبنا في المأمورية على نفسنا بتحصل وحصلت السنتين اللي فاتوا لو تتذكروا حضراتكم السنتين اللي فاتوا حصل ان احنا دخلنا لاخر مباراة واحنا مش متأهلين بنسبة 100% ودخلنا تاني في المركز التاني ودخلنا المركز التاني وقدرنا بفضل الله ويه بجهود الإدارة والجهاز الفني واللعيبة ومن قبلهم الجمهور طبعا من قبلهم توفيق ربنا طبعا بفضل ربنا ان احنا نجيب بطولة افريقيا في السنتين دول الامر صعب الظروف صعبة جدا درجة حتى ان المسؤولين كلهم في النادي الاهلي واختالكابتن محمود الخطيب كانوا في تواجد مستمر في تدريبات الفريق اخرها كان يوم الاربع علشان يدعم اللعيبة ويديهم الطاقة والقوة هي العملية مش محتاجة ولكن كابتن محمود الخطيب واقف جنبهم واقف في ظهرهم معاهم لحد اخر رحزة ان شاء الله معاهم لحد ما اتقاهل باذن الله رب العالمين لدور التماني لان الموقف صعب موقف صعب جدا 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 وعلى فكرة الاربع فرق الاربع فرق بما فيهم عندهم نفس الطموح ونفس الرغبات ونفس الحزوز يمكن افضلهم للتأهل للدور التاني يعني حتى الان لم يتأهل بنسبة بنسبة 100% ولكن على الان نقدر نول بنسبة 95% او 99% لكن لما نتحط احنا في موقف صعبة طول عمر رجالة النادي الاهلي والعيدة النادي الاهلي في الموقف الصعبة ان شاء الله ان شاء الله بتلاقيهم ان شاء الله بتلاقيهم هو الشعار بقى دلوقتي اخدم نفسك بنفسك ما تعتمدش على غيرك اخدم نفسك بنفسك زي ما حضراتكم شايفين للكابتن محمود الخطيب في اخر مران للفريق معاهم وبي يعني لما يبقى رئيس النادي جنبك كده بيحسسك ان هو وراك برغم الظروف الصعبة اللي انت فيها برغم ان انت مستوىك نزل شوية برغم النتائج مكادش على المستوى المأمول ولكن رئيس النادي معاك في كل حتة المسؤولين معاك في كل حتة الجمهور وراك في كل حتة واحنا بندعمهم بقوة وان شاء الله منتظرين نتائج كويسة لكن قبل النتائج في حاجة مهمة جدا 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 وشفناها كلنا في مثلا ماتش سانداونز اللي كان هنا قبل النتائج عايزين توفيق من ربنا باذن الله كل حاجة باذن الله نتمنى التوفيق باذن الله من ربنا النهاردة في المكسب لان المكسب زي ما قولت لحضراتكم هيبقى بنسبة كبيرة او بنسبة 60-70% تحسملك بعض الامور مش هتحسم كل الامور ولكن تحسملك بعض الامور شفنا الفترة اللي فاتت اصابات يعني مثلا ربنا يكون فعون ميستر موسماني لو تتذكروا حضراتكم الاصابات بتاعة الجنب اليمين مثلا من بداية من اكرم توفيق وبعدين محمد هاني لما لعبه بقى كويس وبعدين اتصاب وبعدين الماتش اللي فات كريم فؤاد وبعدين اتصاب فالظروف متصعابة شوي اه طبعا في حاجات قدرية ما نقدرش نتكلم فيها ولكن الظروف متصعابة في الظروف الصعبة دي احنا بنلاقي رجالة النادي الاهلي في الظروف الصعبة دي بنلاقي لعبة النادي الاهلي رجالة النادي الاهلي وفي الظروف الصعبة دي دايما تلاقي جمهورنا ورانا يعني بالرغم ان الجمهور مش راضي في بعض الفترات عن الاداء او مش راضي عن النتائج الا انه دايما ورانا يعني لما تيجي تشوفها في الاربع ماتشات اللي فاته هتلاقي لا مش هي دي البداية بتاعت دور المجموعات اللي احنا كنا نتمنىها ولكن حصل وعلى فكرة الفوز والهزيمة والتعادل واردين في الكورة التوفيق وعدم التوفيق واردين في الكورة ولكن لما بتتصعب الامور طول عمرنا في النادي الاهلي نتمنى التوفيق من ربنا طبعا في البداية طول عمرنا في النادي الاهلي الصعاب معنا احنا بتجيب صعاب ولكن الحمد لله بفضل ربنا وتوفيقه بنتحدى الصعاب بنتغلب على الصعاب وان شاء الله باذن الله رب العالمين الندي الاهلي يعدي ماتش النهاردة مش عايزة اتكلم على ماتش الهلال الي جاي اللي هو الهلال السوداني وام 2 ابريل ولكن على الاقل مركزين في ماتش النهاردة تركيز كامل في ماتش النهاردة فيه اخطاء الماتش اللي فات ملعبناش كويس ملعبناش كويس كل مباراة لها ظروفة مش لازم تلعب كل مبارا كويس وممكن تلعب بمبارا كويس يعني مثلا مانشي سانداونز هنا في القاهرة